نادي الاهلي حكاية حلوة حكاية حلوة ليه حكاية حلوة خد بالك انا بحترم عمتا مش بس عندي انا بحترم اشخاص بحترم مؤسسات بحترم الناس اللي لما بتتعثر بعض الشيء تعرف تقوم بسرعة ما تقعش على طول الاهلي على مدار تاريخه هو كده ممكن يتعثر موسم يتعثر شهر يتعثر فبطولة وتعثراته اصلا يعني تعثرات الاهلي دايما مش كبيرة وضخمة بس لما بيتعثر زي ما بيقوله كده ايه ما بتكرش يعني ما تلاقيش الدنيا وقعت خالص ما تلاقيش الدنيا اتدمرت يعني اللي يبص على الاهلي الموسم اللي فات مع نهايته انت قدت جماهرية وزعل من التحكيم وزعل مش عارف من ايه ومدرب ما كانش جيد سوارش والوضع ينظر انه الاهلي ممكن يعيش فترة صعبة فجأة نادي الاهلي بقى فجأة تدعمات خد تدعمات مدرب هجيبلك مدرب محترم جدا هدوء عشان نعرف نرجع تاني ومركزين هدوء تام ايه ده ايه ايه الفكرة بتاعت النادي الاهلي النادي الاهلي حكاية تدرس فكرة صعبة جدا يا جماعة عارف يعني ايه تحافظ على الصدارة 116 سنة من 1907 تبقى في الصدارة تنزل شوية بس ترجع لها تاني تتعصر شوية بس تقدر توقف على لجلك وتنجح تاني هتقول لي انا يا كريم انت القصة اللي انت بتحكي فيها دي كلها عشان الاهلي النهاردة كسب سياتل ووصل نصف نهاية كاس العام الأندية اللي وصله لتالت مرة على التوالي اه اه عارف ليه عشان احنا بنتنشأ على حاجة تشرف كرة القدم المصرية لما نلاقي نادي مصري كبير زي الاهلي بيشرف الكرة المصرية نرفع له تعظيم سلام نقول له رفعت رأسنا للسماء متشكرين فرحتنا اوي النهاردة بص حكاية الاهلي حلوة زي موسيقى